موسيقى ولكن يا أخ نظار عندي شؤال قليل من المعارضين ومنهم المسيحيين يقولون هل هو إله أحد القديم مثل إله أحد الجديد إذا كان هذا الإله نفس الإله فلماذا يعمر بقتل صهر البريء وما هو ردك لهؤلاء والرب يباركك وشكرا طيب شكرا كتير كتير لك أبو داود على هذا السؤال طبعا إحنا حكينا عن هذا الموضوع عدة مرات خليني أقول بسرعة جدا بالعهد القديم مش حروب دينية ولا طلب الله أن يروحوا يحتلوا بلاد أخرى كان في بقعة جغرافية اسمها أرض كنعان بيسكنها سبع شعون شعوب كنعان لكن قبل أي شيء كان الله يعطي الفرصة الله أعطى العهد مع إبراهيم لكن وعد إبراهيم قال له اللي رح يكون من صلبك رح يكون في أرض غريبة وفعلا الشعب العبراني قديما كان في أرض مصر 430 سنة لكن كان رسالة الرب واضحة بتروحوا لهذه الشعوب ليه لأنه لم يكتمل كأس الأمورين أحد شعوب كنعان هذه الشعوب كانت تعبد عبادات وثنية عبادات فيها إباحية ولا أخلاقية وهذه الشعوب كانت تقدم الأطفال ذبائح للإله مولوك ومالكوم وعبادات أخرى مثل البعل وعبادات كثيرة عبادات الفلسطينيين مثل الداجون وإلى آخره هذه العبادات كانت تلوث وتفسد الأرض فكان كقضاء دينونة على هذه الشعوب لكن من ناحية تانية أخ أبو دقود أنه مش بس أنه الشعب العبراني دخل شعوب كثيرة بيذكرها سفر التثنية اللي الله أعطاهم أراضي أخرى لأن الله بيرفع أمي بنزل أمي لأنه الله بيعرف وينت الزمن والوقت لانتهاء أي أمي فكانت قضاء إلهي في بقعة جغرافية بعد هذه الفترة ما كانوا يش يمارسوا هذه العداد ولم يحتلوا أوروبا ولم يذهبوا إلى تركيا ولم يذهبوا إلى إلا طلب منهم الرب أن يكونوا شهادوا نور لكن للأسف ما كانوا شهادوا نور أرسلهم إلى السبي والرب دانهم لأنهم لم يعكسوا نور الله رسالة العهد القديم تتركز على نقطين مهمتين العدالة والبر العدالة هي علاقة الإنسان بالإنسان والبر هي علاقة الإنسان بالله فعاوز يظهر هذه العلاقة بشكل مهم فالمسيح أظهر هذا التوازن عدالة الله والبر لكن بالمحبة والرحمة أيضا فالإله لم يتغير لكن في يوم من الأيام سوف نواجه الدينونة عندما إذا أنكرنا يسوع وإذا لم نؤمن بيسوع المسيح ومنسمع الرسالة ونرفض هذه الرسالة لابد أن نواجه الله مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي الحي